اهلا بكم الى موجز الانباء قالت سانا الموالية للنظام انه تم اعادة افتتاح معبر البوكمال القائم الحدودي بين سوريا والعراق امام حركة عبور البضائع والاشخاص وبحسب سانا فان ادارة المعبر وتنظيم العبور انهت جميع الترتيبات والتحضيرات لاعادة فتح المنفذ الحدودي بعد موافقة الحكومة العراقية ليكون بوابة العبور الرئيسية بين البلدين بعد توقف العمل فيه لعدة سنوات اصدرت ادارة معبر جرابلوس الحدودي مع تركيا بيانا اكدت فيه انتهاء اعمال الصيانة في المعبر وعودة العمل فيه ابتداء من صباح اليوم الاثنين واوضح البيان ان ادارة المعبر ستستقبل الوافدين الى تركيا بعد انتهاء اجازاتهم ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء وسيستمر استقبال السوريين الذين دخلوا لقضاء اجازة عيد الفطر حتى بداية تشرين الثاني المقبل واضاف البيان ان اخر موعد لعودة من دخلوا لقضاء اجازة عيد الاضحى نهاية العام الجاري اعلن الجيش التركي اسقاط طائرة مسيرة مجهولا انتهكت ست مرات المجال الجوي التركي في منطقة درع الفرات وغرب ولاية كيلس الحدودية مع سوريا وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان نشرته عبر موقع الالكتروني انه تم استهداف الطائرة المسيرة التي تعذر تحديد هويتها من قبل طائرتين اف ستة عشر اقلعتا من قاعدة انجرليك بولاية اضنى مؤكدة عثور قوات الدرك في كيلس على حطام الطائرة بين قاعدة تشيلدر اوبا ومركز بشيرية للإقامة الموقعة اصدرت وزارة مالية النظام قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لشركة ايبلا المنتجة لمسلسل دقيقة صمت وذكر موقع الاقتصادي ان الحجز شمل ايضا اموال مالك الشركة هلال ارنأوت وزوجته واضاف الموقع ان القرار اتى بعد اتهام وزارة الاعلام في حكومة النظام لشركة الانتاج بتهريب مواد المسلسل الى خارج سوريا وعرضه على قنوات عربية قبل تمريره على الرقابة هدمت بلدية القاع اللبنانية ابنية للاجئين سوريين قالت انها مخالفة وتم بناؤها على ارض البلدية المناسقة للساتر الحدودي مع الاراضي السورية وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية فان الابنية انشئت بمواد بناء مهربة من الاراضي السورية وان النازحين يتبادلون الزيارات مع المراكز العسكرية لجيش النظام المتمركزة على الحدود على حد وصفها كشفت دراسة جديدة ان فقدان الوزن مباشرة بعد التشخيص بالاصابة بمرض السكري من النوع الثاني يؤدي الى الشفاء منه وقالت صحيفة تليغرافة البريطانية ان دراسات اجرتها جامعة كامبرج ذكرت ان المرضى الذين فقدوا 10% او اكثر من وزنهم في السنوات الخمس الاولى من تشخيصهم بالمرض فرصتهم اكبر لوضع انفسهم على طريق الشفاء شكرا لكم على المتابعة انتظروا بعد قليل برنامج عليكم العافية اشتركوا في القناة